الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم معرفة هذا هو المقطع 107 الدرس الثامن في الاقصاد الجزئي تحت عنوان مرونة الطلب السعرية Price Elasticity of Demand نرجو أن يكون فيه الفائدة لجميع طلبتنا الأحباء في كافة الجامعات وأقسام الاقتصاد والإدارة والتسويق وإدارة العمال نتعرف في هذا المقطع على مفهوم ومعنى وتطبيق مرونة الطلب السعرية Price Elasticity of Demand قبل أن نبدأ بالشرح أرجو أن أذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة من أجل زيادة المحتوى العربي على قنوات اليوتيوب وزيادة انتشار المعرفة بلغتنا الجميلة اللغة العربية على الرابط الآتي ولا تنسوا التعليق على المحتوى من أجل تحسين المقاطع المقبلة بإذن الله مرونة الطلب السعرية تعرف مرونة الطلب السعرية Price Elasticity of Demand بأنها مقدار استجابة الكمية المطلوبة من سلعة الماء للتغير في سعر السلعة ذاتية تسمى في بعض الأحيان On Price Elasticity وتعرف لياضياتيا كما في المعادلة الآتية المعادلة Epsilon sub PX اللي هي مرونة الطلب السعرية Epsilon مرونة للسعر والكمية المطلوبة من X كسلعة تساوي التغير المؤول في الكمية المطلوبة من السلعة X مقسم على التغير المؤول في سعر السلعة X وتساوي التغير في الكمية المطلوبة مقسم على التغير في السعر ضرب حاصل قسمة معدل السعر أو متوسط السعر سعر السلعة مقسم على متوسط أو معدل الكمية المطلوبة من السلعة إعادة هنا مرونة الطلب السعرية Epsilon sub PX تساوي هنا التغير المؤول في الكمية المطلوبة من السلعة مقسم على التغير المؤول في سعر السلعة وتساوي في هذه الحالة الكمية الثانية مطروحة منها الكمية الأولى من الكمية طبعا الكمية المطلوبة من السرعة وهنا السعر الثاني للسرعة مطروحة منه السعر الأول مضروبا في حاصل قسمة نقطة الوسط الحسابي للسعر مقسمة عن نقطة الوسط الحسابي للكمية المطلوبة نكمل مثال لنفترض بأن أنا عندي بعض المعلومات البسيطة مثال كمثال بسيط على الكمية المطلوبة من سلعة لوحدة لكل فترة زمنية الوحدة ربما تكون بالكيلوغرام بالغرام بالمربع والمربع وهكذا وسعر الوحدة الواحدة من السلعة لنفترض الآن بأن الكمية المطلوبة كانت 10 كيلوغرامات يوميا في كل يوم طبعا عندما كان سعر السلعة 15 دينار لكل كيلوغرام فارتفع السعر من 15 دينار لكل كيلوغرام إلى 22 دينار لكل كيلوغرام فحسب قانون الطبع عندما ترتفع الأسعار تنخفض الكبيات لمطلوبة فانخفضت الكمية المطلوبة من 10 كيلوغرام يوميا إلى 7 كيلوغرامات يوميا وكذلك الأمر عندما ارتفع السعر من 22 دينار للكيلوغرام إلى 30 دينار لكل كيلوغرام فانخفضت الكمية المطلوبة من 7 كيلوغرامات يوميا إلى 3 كيلوغرامات يوميا ما يعني الآن بأن حسب قانون الطلب زيادة الأسعار اتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض الكميات المطلوبة يمكن لنا أن نحسب مرونة الطلب السعرية بين أي زوجين مرتبين يمكن حساب مرونة الطلب السعرية بين أي نقطتين اللي هي زوجين مرتبين هذا الزوج مرتب الأول هذا زوج مرتب ثاني هذا زوج مرتب ثالث اللي هو 10 و 15 كزوج مرتب يختلف عن 27 و 22 كزوج مرتب ثاني وأخيرا زوج المرتب الثالث اللي هو ثلاثة كيلوغرام مقابل ثلاثين دينار لكل كيلوغرام فأي الكمية Q والسعر P المقابل لها نطبق مباشرة حسب القانون الذي وضعناه والمعادلة التي وضعناها قبل قليل الاسلونسا PX اللي هو ممتطرة بسعرية تساوي التغيير المؤدي في الكمية مطلوبة من سلعكس مقسم على التغيير المؤدي في سعر السلعكس وتساوي حسب القانون الذي وضعناه قبل قليل سبعة طبعا بين النقطين الآن بين النقطين الزوج المرتب الأول والزوج المرتب الثاني فسبعة ناقص عشرة مطروح منها عشرة مقسم على 22 مطروح منها 15 ضرب معدل أو متوسط السعر اللي هو 22 زائد 15 37 مقسم على 2 مقسم كل الكلام هذا أو هذه الكمية مقسم على 17 اللي هي 7 زائد 10 مقسم على 2 وتساوي سالب 3 مقسم على 7 ضرب 18 ونص مقسم على 8 ونص وتساوي تقريبا 933 بالألف ما معنى هذه النتيجة؟ ما يعني الآن بأن على سبيل المثال زيارة السعر بمقدار 10% على سبيل المثال هذه الزيارة في سعر السلعة يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة بمقدار لأن الزيارة في السعر 10 مضروبة في المرونة اللي هي 933 بالألف وتساوي 9.33 بالمئة 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 بمعنى تقريبا أقل من 10 بالمئة بقليل وزيادة عن 9 بالمئة بقليل نكمل المثال طبعا هنا قبل أن ننسى لاحظوا الإشارة السالبة دائما وأبدا إشارة مرونة الطلب السعرية إما سالبة أو أنها صفر فمعنى لا هي سالب ولا هي موجب لكن دائما وأبدا لأنه عند ارتفاع الأسعار تنخفض الكميات المطلوبة وعند زيارة الأسعار تؤدي زيارة الخفاض الكمية المطلوبة والخفاض الأسعار يؤدي إلى زيارة الكمية المطلوبة وبالتالي دائما وأبدا عندي إشارة سالبة بتكون نجي النهائية لكن نأخذها ككمية مطلقة حتى نتعامل معها بالتفسير الذي ذكرته هنا نكمل مثال الآن استكمال مثال وضعنا الأرقام والبيانات نفسها عن الكمية المطلوبة حسب قانون الطاب عندما ارتفع السعر من 15 إلى 22 ثم إلى 30 نخفض الكميات المطلوبة من 10 إلى 7 إلى 3 وهكذا فالآن أريد أن أحسب مرونة الطاب السعرية بين الزوجين المرتبين 27 و 22 مقابل 33 فهنا الابسلون صب بي أكس مرونة الطاب السعرية في ساوى التغيير المقابل في الكمية المطلوبة من 7 أكس مقسم على التغيير المقابل في سعر السبعة أكس هو تساوي 3 ناقص 7 مقسم على 30 ناقص 20 هذا الجزء الأول مضروف في حاصل قسمة المعدلين اللي هو 30 زائد 22 ساوى 52 مقسم على 2 هاي الكمية كلها مقسمة على ثلاثة زائد عشرة ثلاثة زائد سبعة أفن تساوي عشرة مقسم على 2 حتى نقوم بالنقص بالبص الحسابي وبتكون النتيجة النهاية تساوي سالم أربعة مقسم على ثمانية ثمانية مضروف في 26 نقسم على خمسة وتساوي سالم 2.6 وهي مرتفعة نسبياً ما يعني بأن زيارة السعر بمقدار 10 بالمية مثلاً يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة بمقدار 10 ضرب 2.6 يساوي 26 بالمية لاحظوا أنه الكميات المتغيرة مقابل أسعار متغيرة في المثال الأول بيّننا على أنه السعر المنطلوبة السعرية كانت أقل من واحد صحيح بالمطلق الآن أعلى من واحد صحيح بالمطلق لأنها طلعت 2.6 ككمية نكمل المثال الآن نفس الأرقام الأرقام ذاتها لكن بدي الآن أحسمهم طلب السعرية بين العشرة و 15 كزوج مرتب و 33 كزوج مرتب فالنقطة هذه مقابل نقطة هذه وبالتالي الآن حاصل قسمة يساوي 3 ناقص 10 مقسم على 30 ناقص 15 ضرب 45 وهي 30 زائد 15 يساوي 45 أخذت متوسط الحساب قسمناها على 2 وهذه الكمية كلها مقسمة على 3 زائد 10 يساوي 13 مقسم على 2 وتساوي سالب 7 على 15 ضرب 22.5 على 6.5 وتساوي تقريباً 1.62 كقيمة مطلقة يعني أعلى من واحد لكنها أقل من 2 ما يعني بأن زيارة السعر في هذا المثال بمقدار 10% مثلاً يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة بمقدار 10 ضرب 1.62 وتساوي 16.2 بالعشرة بالمية وهكذا الآن أوصاف وتسميات أشكال المرونات الطلب السعرية أولاً إذا تغيرت الكمية المطلوبة بنسبة غير محددة انخفاضاً أو ارتفاعاً نتيجة لتغير سعر السلعة بنسبة محددة يعني هنا الآن الكمية المطلوبة إما أنها ارتفعت إلى ما لا نهاية أو انخفضت إلى ما لا نهاية معنى آخر فمقابل نتيجة لتغير سعر السلعة بنسبة محددة ارتفاعاً وخفاضاً أي عندما تكون مرونة الطلب السعرية تأول إلى ما لا نهاية فإن الطلب على السلعة المعنية يوصف بأنه تام من المونة بيانياً لنفترض الآن عن نحور الأفق الكمية المطلوبة من السلعة وعلى المحور العمولي سعر السلعة وهذا منحنى الطلب أتى على شكل خط أفقي 100% demand curve وبالتالي ارتفاع السعر بمقدار مهما كان بسيط يؤدي إلى انفقاد الكمية الآن أصبحت ما لا نهاية ولم تعد هناك كمية مطلوبة بالمعنى التقليدي كرقم محدد أو كمية محددة وإذا انخفض السعر يؤدي إلى فقدان الكمية الآن ستذهب كلياتها ويبدو أنها الآن سلعة يعني كما نسميها هنا الطلب عليها تام من المونة تام من المونة الآن ثانياً إذا تغيرت أي انخفضت أو ارتفعت الكمية المطلوبة بنسبة معينة محدودة وكانت هذه النسبة أعلى من نسبة تغير في السعر ارتفاع الخفاضة فإن الطلب على السلعة يوصف بأنه مرن نسبياً relatively elastic demand أي عندما تكون الآن price elastic demand أكبر من واحد صحيحة بالمطلق أكبر من واحد صحيح لكنها أقل من مالة النهاية طبعاً نفترض فبيانياً الكمية المطلوبة على المحور الأفقي سعر السلعة على المحور العمودي والآن أخذ شكل مرحن الطلب وضعاً آخراً عما كان قبل شوي كان هناك أفق 100% horizontal لكن الآن عنده حناء ميل وسالب لكنه ليس أفقياً فهذا هو مرحن الطلب لنفترض أنه عند الحالة الأولى كان السعر P1 فالكمية المطلوبة بالحالة هي بتكون Q1 فلنفترض أنه خفص الأسعار من P1 إلى P2 فزارت الكمية المطلوبة من Q1 إلى Q2 وبالتالي الآن لاحظوا أنه انخفاض السعر بمعدل معين أدى إلى زيارة الكميات المطلوبة بأكثر من ذلك المعدل بأكثر من تلك النسبة وبالتالي هنا الطلب على السلعة مرن نسبياً Relatively Elastic Demand Curve أو Relatively Elastic Demand نكمل الحالة الثالثة إذا تغيرت أي انخفضت أو ارتفعت بالكمية المطلوبة بالنسبة معينة محدودة وكانت مساوية لنسبة تغيير السعر بالضبط يعني 5 مقابل 500 10 مقابل 500 وهكذا فإن الطلب على السلعة يوصف بأنه أحادي المرونة Unitary Elastic Demand Curve أي عندما تكون مرون الطلب سعر تفساوه واحصة بالمطلق نهم الإشارة طبعاً سالبة وبالتالي هنا ومنحن الطلب يأخذ وضعاً كما يلي بصنع زاوية مقدارة 45 درجة إما مع الأفق طبعا مع الأفق أو مع العمود مع الأفق العمودي وبالتالي الآن هالدماند كرب إذا كانت الأسعار P1 فإن الكمية المطلوبة تكون Q1 فلنفترض أنها انخفضت من P1 إلى P2 الأسعار فإن الكمية المطلوبة زالت إلى F1 وإنها طبعا Q2 أنا نسيت أن نحطها لكن مقدار الانخفاض كنسبة الانخفاض في السعر كانت مساوية لنسبة الارتفاع في الكمية المطلوبة ولا ستسلي بالحالة تساوى هذا صحيح رابعا إذا انخفضت أو ارتفعت الكمية المطلوبة بنسبة معينة معدودة وكانت أقل من نسبة ارتفاع أو انخفاض السعر فإن الطلب على السلع يوصب بأنه غير مرن نسبي Relatively inelastic demand أي عندما تكون الآن price less demand أقل من واحد صحيح من مطلق لكنها أعلى من صفر فالتمثيل البياني بيكون كما يلي المحو الأفقي الكمية المطلوبة السعر بيكون على المحو العمودي وأخذ الآن منحنة الطلب وضعا حادا شيئا ما لكنه أقل مما كان في المثال السابق والأسبق وبالتالي نفترض أن السعر كان P1 فالكمية المطلوبة تكون بالحالة هاية Q1 فلنفترض أن الأسعار انخفضت من P1 إلى P2 وبالتالي الكمية المطلوبة ارتفعت إلى Q2 ما يعني الآن بأن نسبة الانخفاض في السعر كانت أعلى بكثير من نسبة الارتفاع في الكمية المطلوبة خامسا إذا لم تتغير الكمية المطلوبة ارتفاعا أو انخفاضا نتيجة الانخفاض أو ارتفاع السعر فإن الطلب على السلعة يوصف بأنه عديم المرونة Perfectly Enelastic Demand أي عندما تكون الآن مرونة الطلب السعرية مساوية للصفر مساوية للصفر مثال عليها بيانيا الكمية المطلوبة عن نحن الأفقي السعر على المحور العمودي وكان منحن الطلب عمودي على الأفق مائة بالمائة هذا هو الديمانكر فلنفترض أنه السعر كان P1 فالكمية المطلوبة بالحالة هاي بتكون عند هذا المستوى لنفرض أنه ارتفعت الأسعار من P1 إلى P2 ستبقى الآن الكمية المطلوبة عند نفس المستوى السابق ويعني لم تتغير الكمية المطلوبة مهما كان ارتفعت الأسعار وبالتالي هنا عديم المرونة الطلب على هذه السلعة عديم المرونة مرخص لأشكال مرونة الطلب السعرية والتمثيل البياني منها قيمة المرونة الإبسلون المطلقة صفر أو أكبر من صفر وأقل من واحد واحد صحية أكبر من واحد وأقل من ما لا نهاية ما لا نهاية فإذا كانت قيمة المرونة تساوي صفرا فالطلب بالحالة هاي يكون عديم المرونة إذا أكبر من صفر وأقل من واحد بالمطلق نتحدث بكون غير مرن نسبيا إذا كانت واحة صحية بكون أحادي المرونة إذا أكبر من واحة صحية وأقل من ما لا نهاية بكون مرن نسبيا وإذا كانت قيمتها ما لا نهاية بكون تام من مرونة التمثيل البياني هنا على المحر الأفق والكميات المطلوبة على السعر المحر العمودي فلنفترض أن هذا شكل مرحنة الطلب الآن في هذه النقطة آخر نقطة على المرحنة من الأعلى بكون لا نهائي المرونة الطلب على السرعة لا نهائي المرونة مقابل هنا عديم المرونة عديم المرونة بين لا نهائي المرونة ونقطة الوسط تقريبا هنا بيكون أحادي المرونة هنا مرن نسبيا وهذا القطاع بقولي غير مرن نسبيا نكمل علاقة الإنفاق ومرونات الطلب السعري هناك علاقة بين قيمة المرونة من جهة والإنفاق على السلام جهة أخرى من قبل المستهلك طبعا هنا إذا كانت قيمة القيمة الممكنة للمرونة صفر فإن قيمة المشتريات عندما ترتفع الأسعار ترتفع قيمة المشتريات ما يعني أن النسق الكاهل المستهلك عندما تكون مرونة الطلب السعرية على السلعة هذه تساوي صفرا فمهما ارتفعت الأسعار فإن الكميات المطلوبة تبقى كما هي وبالتالي ترتفع كمية الإنفاق من قبل المستهلك إذا كانت قيمة المرونة أكبر من صفر وأقل من واحد صحيح فإن الانفاق على السلعة يرتفع إذا كانت قيمة المرونة واحد صحيح فإن الكمية المطلوبة تنخفض كنسبة مقابل ارتفاع السعر وبالتالي لا تتأثر قيمة المشتريات أو قيمة الانفاق إذا كانت أكبر من واحد صحيح وأقل من ما للنهاية المشتريات تنخفض إذا كانت الآن عند ارتفاع الأسعار إذا كانت قيمة المرونة تقتل من ما للنهاية فإن قيمة المشتريات تنعدم بالمطلق تتأثر المرونة الآن بعوامل عدة يأتي في مقدمتها ثمانية عوامل مهمة أول شيء توافر السلعة وعدد بدائلها القريب هذا يعني أنه الطلب ملن للسلعة المتوافرة والتي لها بدائل عديدة العامل الثاني تعدل استعمالات أو توبيف أو استخدام السلعة number of uses الآن كلما زاد عدد استخدامات السلعة فإن الطلب ملن للسلعة متعددة الاستعمالات الآن ثلاثة حصة الإنفاق على السلعة من موازنة طبعا إنفاق على السلعة من موازنة مستهلك أو share of expenditure from total expenditure وارتفاع سعر السلعة هذا الطلب ملن للسلعة التي تستحمد على حصة كبيرة من الإنفاق ومرن للأسعار العالية رابعا طبيعة السلعة ضرورية كانت أم كمالية الطلب ملن للسلعة الكمالية وغير ملن للسلعة الضرورية خمسة مستوى دخل المستهلك consumer's income كلما ارتفع الدخل قلت المرونة وبالتالي الطلب منخفض المرونة للدخل العالي ستة مدى إمكانية تأجيل شراء السلعة هنا إذا كان المستهلك عنده إمكانية أنه يأجي الشراء هو الطلب ملن للسلعة التي يمكن تأجيل شراءها سابعا مدى تعود المستهلك على السلعة فكلما تعود زالت تعلق بهذه السلعة انخفض الخضرة المرونة والعكس هي بيكون الآن الطلب ملن للسلعة التي لم يتعلق بها المستهلك ثامنا الفترة الزمنية كلما زالت الفترة الزمنية المتاحة أمام المستهلك فالطلب ملن كلما أتيح مزيد من الوقت أو الزمن للمستهلك أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون فيه الفائدة المرجوة وإلى لقاء ومقاطع أخرى فيها فائدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر